موسيقى جولة في أهمية وعبرز الإخبار المحلية والعربية والدولية لهذا المساء ردا على قراري وزارة الشباب الرياضة غلاق الملاعب لتصفيات الدرجة الثالثة التي دعمها الحثيون مليا اتحد الكرة يعقدوا اجتماع مجلس إدارته ويستنكروا تعميم وزارة الشباب الرياضة في عدن ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق وتوجيه رئاسي لوقف التدخلات في نشاط الاتحاد العام لكرة القدم الأمين العام لاتحاد الكرة دكتور حميد شيباني يخطب الاتحاد الأسوي إرسال مشاركة منتخب الناشئين والشباب بعد تعميم قوائم تصنيف المنتخبات دون تواجد منتخب اليمن للناشئين والشباب رونالدو يسعى لإقناعي ناتشو كاسيميرو للانضمام للنصر السعودي الموسم المقبل في ظل عدم تجديد عقودهما في الريال والمان يونيتد نحو سبع عشرة دولة إفريقية من أصل الثلاثة واربعين ستخوض المباريات على ملاعبها في تصفيات الإفريقية الموهلة لكاس العالم والتي تنطلق يوم الأربع المقبل وتستمر حتى الثلاثة لأن هذه الملاعب لا ترقى للمستوى المطلوب فنار بخشة تركي يقدم مدربه الجديد جزي مورينيو أمام الآلاف من الجماهر المتحمسة ولا يرتبط مورينيو 61 عاما بأي فريق منذ استغناء روم الإيطالي عن خدماته في يناير المقبل التونسية أنس جابر تتاهل للمرة الثانية إلى دور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد أن تغلبت 6-4 و6-4 على الدنمركية كلارا تاوسون في إمبارا شهدت منافسة صعبة ضمن دور الثلاثة عشر أخيرا شرطة العاصمة البريطانية تولين القبض على 53 شخصا بسبب اكتحام الملعب ومحاولات اختراق الإجراءات الأمنية في استاد ويمبلي قبل المبارا نهاية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند الألماني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة